معانا الاستاذة نجلاء تتفضل؟ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حبطة الشيخ انا في بيت اهلي يعني متدوز ليا سبع سنين طيب ومخلفة ولدين انا ازالت كتير واتلحت وكنت بسامحة وبعود تاني لا انت حضيك قلت ان انت واستاذة نجلاء استاذة نجلاء انت بتقول ان انت في بيت اهلك دلوقتي وانت متجوزة من سبع سنين ايوة يعني انت دلوقتي غضبانة في بيت اهلك انا غضبت كتير ايوة طيب اتفضلي كمين اتفضلي كمين لانه هو طبعا بيشرب بيطاعات المخدرات بيضرب فيها ويعملونه معاملة مش كويسة وامه بيضربوا فيها على طول وإهانة وشتيمة وحاجتي يعني وحشة بيش المخدرات دا بيش المخدرات على طول ولا بيش المخدرات ايه بيش المخدرات على طول اه حشي شوفا طيب وبعدين طبعا انا جايب اولادين منه وطبعا المعاملة بتبقى اسوأ بس والدتي والدتي مش وقفة معاي عاوزيني اروح عشان اتفضل طبعا المعاملة اسوأ يعني فيه مشكلة في الصرف على البيت وفيه مشكلة في حنية على الاولاد وفيه طبعا انت قلتيني ان هو فيه ضرب وفيه ازا وكده ففيه مشكلة في التعامل معك وهو وهنا وشتيما وهو شغال ولا مش شغال هو شغال ولا مش شغال اولا لا دا جايب توك توك كده يعني جيحوا بالعافية بادروا اهدوا طبعا اللي قدروا يقولوله جيب توك توك اشتغل علي وخلاص عشان اولادك طبعا انت بتسأليني انت عامل ايه مش كده ايوه قالولي روحي بلق بي وانا مش عارفة اعمل حاجة اهلي قالولي عايز ساعدكم اجيب الحاجة بس انا قاعدة ليا خمس شورة اهو قلو اكتر مش عارفة اشوف اولادي ولا عارفة اجيب حاجة لا عارفة اخلص نفسي منه ولا عارفة اي حاجة ليه اولادك معاك مش معاك لا مش معايا مش عارفة اشوفهم كمان ام ام ابوه ست وشديء ليه ليه هولادك عندهم كم سنة اه ولد عنده ست سنين والتاني اربعة يا نهرى بيض ام صغيرين ام سابقاهم ازاي دول ده اكتر فاكتر فاكتر فترة من حياتهم محتاجينك ام ده من فالفترة دي تاني اكتر فترة في حياتهم محتاجينك يعني فترة الرضاع وفترة التنشيع محتاجين للم ام ازاي تسبيهم طبعا ام ما محتاجين لي طيب انا مش عارفة اشوفهم حتى ولا عارفة اعمل اي حاجة هجاوب عليك يا استاذ النجلاء استاذ النجلاء ببساطة خيضة وبسهولة كده خالص احنا محتاجين واقفة حازمة لان الزوج المدمن لا يتقدم بلا يتأخر وكل ما ده بيسوق اي شخص بيتعادى مخدرات وهو حد يتقلو او يسدق او يروج ان الحشيش والبانجو دي انا قاسف يعني ان انا بقول الاسماء ان الحياة دي مفهاش ادمان لا دي ام الادمان فالكلام ده هو كلام كذب فما حد يش يكذب على نفسه ويقول ان هي مش ادمان لا ادمان امال انت ما بتمتنعش عنها ليه انت بتقول ان هي ده شيء مضر وانا عارف ان هي شيء وحش ومعرفش ايه امال ما بتمتنعش عنه ليه بدل خلاص هي سيطر عليك الامر ده فده ادمان انت واقع تحت سيطرة انا طبعا احنا زي ما عملنا في حلقات الادمان احنا طبعا بنقول ان ده اللي واقع تحت تأسير المخصص المخدر فالمخدر اقوى منك كده فانت ازاي بتدعي ان انت بتعمل ده وانت فاكر يعني لما تاخد قرار ان انت تبعد زوجتك عن البيت انت كده بتحسس نفسك ان انت مسيطر لا انت مش تحت السيطرة انت فقد الارادة لو فقد الارادة كنت تمتنع عن المخدرات وتحاجع على بيتك اللي انت بتعمله ده تضييع وده ظلم والتقل الله سبحانه وتعالى في نفسك انا بقول لك ايه يا استاذ الناجلاء رأيي ان انت هتعمل تلات خطوات الخطوة الاولى لازم وقفة حازمة في هذه المسألة هواقفة حازمة يعني ايه نجيب ناس ونقعد ونتكلم في اجراءات حقيقية بكل موقف لان احنا محتاجين تلات خطوات فاحنا لازم نستوعب التلات خطوات قبل اي اجراء قضاء يبقى لازم وقفة حازمة الان من الكبار والتدخل بشكل واضح ودون مواربة ونقول الحاجات الحقيقية عشان الناس تعرف حجم المشكلة دي ايه دي اول حاجة الحاجة التانية اوه اتخلي حياتك وقفة على هذا الرجل يعني ايه انا مش بتكلم على اي شيء لكن انت لازم تبحثي عن شيء اضافي في حياتك عشان تقدري تكملي حياتك لان واضح ان هو مش بس عنده ظلم لكن عنده كمان اهل يساعدوه على هذا الظلم واحدة اولادها عندهم ست سنين واربع سنين ولا ست سنين ولا تانسين والاولادها بيدعا انها انتوا بتعملوا كده انتوا ازاي طيقين ان انتوا تعملوا كده في اطفال صغار اطفال دول هيترابوا ازاي هيتراعوا ازاي اكيد بيقهروا وبيزلوا وبيحسوا بالوجع اللي فيه وان ذلك هم لازم لفهم ان احنا لازم حياتنا يبقى فيها شيء اضافي يعني كما اقول لو انك انت ما بتشتغليش وقدرة تعملي اشتغلي لو مش قادرة لو عايزة تكمل تعنيمك لكن حياتك ما تقفش ليه لان انت كل ما يزداد وعيك وكل ما يزداد حياتك صلابة هتقدري تخرجي من هذا المأزق وده شيء مهم جدا جدا امر التاني انت لازم تدعف كل ركع من ركعات صلاتك ان ربنا يزيل عنك دي لان الله سبحانه وتعالى عند المنكسرة قلوبه ان شاء الله ربنا يبارك لك ويخرجك مما انت فيه وشزن اغرأ شكرا